هنا وسهلا ومرحبا بكم خالتي لعزاز لغزلة ديالي وكل المتتبعات الوفيات لكي يشاهدوا قناتها جارب غضغة بغلال سواء داخل المغرب او لخارج المغرب مرحبا بالاخوات والصديقات اللي انضموا جداد العائلة ديالنا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال كنتمنى القناة تنال اعجابكم واهم حاجة كنتمنى انكم تكونوا كتستفدوا معي من خلال الدروس اللي كنشارك معكم الاخوات المتمات بتعلم التنبات وكذلك طرز رباطة باليد مرحبا بكم انتوا في المكان الصحيح دروس سهلة بسيطة مع شرح مفصل اللي ممكن انه يساعدكم في التعلم الغزلات ديالي ان شاء الله الموديل ديال اليوم غنشارك معكم قفطان ديال لموبراء غنخدموه بسقلي الصم بالعقدة الفرنسية والبريد نتبع معي مراحل الخدمة ونبدو على بركة الله بالنسبة للسقلي ديالنا فكن برموه لاربع ديال الشعرات مضبلين يعني في المجموع كيكون عنا لتمنية ديال الشعرات الابرة ديال ترزرباطة رقم خمسة اولا رقم سبع اول حاجة غادي بمبدأ بها هي العقدة الفرنسية لكن قبل كانت تراسي الورضة اللي غادي نخدمو في قلب منها العقدة الفرنسية باستعمال غرزة مائلة ممكن انكم تستعملوا غرزة سلسلة اولا لبواماشين على حسب انتوما وشنو كتفضلو انا صراحة كان فضل اني نستعمل غرزة مائلة اولا غرزة سلسلة كيما قلت لكم سقلي ديالنا مبروم على ربعات ديال الشعرات مضبلين بالنسبة حبيبتي للتراساج اولا الرشم ديال هاد توب المبرة كان اعتدر اني ما شاركتوش معاكم لكن الاخوات اللي متبعيني في تيك توك ربما شفوا الطريقة بالتفصيل بالنسبة لها التوب هادا فهو مبرى غازي يعني عندها الشعرات ديالها طوال بزاف كان صعيب اننا نتراسيوها يعني في الوجه وحتى الى بغينا نتراسيوها بالبلونكو او الا الكوريكتور ما كيشدش فيها مزيان دكشي علاش ارشمتها في الظهر ومن بعد بقيت اي جزء كان مغين نخدمو كان عاود نتراسيها الى الوجه يعني كان نزل بابي كربون ديالي كان نزل توب الوجه ديالي يكون مباشرة على البابي كربون وكان عاود الرشمة اللي عندي في الظهر كان عاودها باش كنت تتراسيوها في الوجه نتمنى اني نكون فسرت لكم بطريقة وقدرت نوصلها لكم اه بشكل مفصل اللي تكونوا فهمتوه الى ما فهمتوش الطريقة ان شاء الله المرة المقبلة نعاودها معاكم اذا كما كتلاحظو كان بقى نتراسي الرشمة ديالي كاملة وبالنسبة الاخوات اللي كيتشكوا ان السقلي كيتصلخ او لاسقلي كيتشنطفليهم اه كيسولوني بزاف واش كنديرو شمع اولا تشميع السقلي ديالنا نهائيا ما كان خدموش نهائيا مشمع فقط اللي تكونو كتخدمو حاولو انكم ليبرا ديالكم تطلعوها غير بشوية اه السقلي خودو نوعية اللي هي جيدة او لنوعية ممتازة واحسن نوع السقلي كيبقى هو سقلي باطو هكا غادي يساعدكم انكم تخدمو بلا ما يتصلخ لكم الخيط ايلا شفتوا ان الخيط ديالكم تشنتف اولا هذيك الشعرة ديال السقلي خرجات وبدو كيبانونكم داك الشعرات اللي كيكونو عنا لداخل فما كان نصحكمش انكم تكملوا الخدمة هذيك الفطلة لانه غا يباليكم في الخدمة للون الدخلاني ديال السقلي اذا بها الطريقة غادي نستمر حتى غا نكمل تراساج ديال الوردة كاملة ومن بعد غادي ندوزو باش نخدمو العقدة الفرنسية بالنسبة اخوات للعقدة الفرنسية بتقنية الخطفة اللي خدمت بها العريشات فغا نشاركها معاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اذا انا كملت التراساج وغادي نبدع نخدم العقدة الفرنسية ديالي بشكل عادي هنخدمو العقدة الفرنسية العادية اللي كنخدمها معاكم دائما يعني كناخد الابرة كله هو الخيط تلاتة ديال المرات على الابرة ونعود نرجعها في الزوب البنات اللي كيقول لي راه العقدة الفرنسية جاتنا صعيبة او لا اه كتبقنا مرخوفة غير تبعو الطريقة معايا بالضبط اذا كما كتلاحظو كنطلع الابرة ديالي في الثوب الخيط كنضورو ثلاثة ديال المرات على الابرة ونعود نرجع الابرة ديالي في الثوب ما كنرجعهاش في نفس المكان وانما كنرجعها قريبة من المكان اولى من الغرزة اللي طلعنا فيها المرة اللولة اذا نلاحظو معايا كنخلي واحد المسافة ما بين الطرعصاج اللي خدمنا بالغرزة المائلة كنولي نرجع ودائما كنعتمد على الابهام في الخدمة ديالي باش كي بقى لي الخيط مزير يعني لاحظو معايا تلاتة دلويات الابرة كان بقى شدة الخيط كنتبته بالابهام بحل كنت تكون لي واحد الحلقة على الاصبع ديالي هديك الحلقة هي اللي بها كنزير الخيط باش العقدة تجيني مش شدودة مزيان ما تجينيش مرخوفة كان قا مستمرة في الخدمة ديالي العقدة الفرنسية على شكل صوفوف حتى كان عمر الورضة ديالي كاملا اولا ديالي الرشمة اللي انا بغيت نخدمها بالعقدة الفرنسية نتمنى اخوات ان الشرح يكون نفهم اي تساؤل اي استفسار اي حاجة ما واضحاش ولا اي حاجة بغيت وتعرفوها ما تترضدوش انكم تخليوها ليا في التعليقات انا راه للاشارة الاجابة لجميع التساؤلات مرحبا بجميع تعليقاتكم تساؤلاتكم استفساراتكم وعلاش اللاحة انتقاداتكم هنستمرو بنفس الطريقة حتى نعمرو الورضة ديالنا كاملا حبيباتي انتم ما كتشوفوا هاد الفيديو الى اعجبكم واستفدتم منو الى اعجبتكم الطريقة ديالي الخدمة وكذلك الشرح فبصبخلوش علي بالضغط على زر الاعجاب جيم لايك وإلا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة مرحبا بكم ما تترضوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللو الاحمر اشتراك سبسكرايب ابوني وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد انا غمقام استمر بنفس الطريقة احتغل اعمر الورضة ديالي كاملة ونرجع باش نشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي مازال غادي نخدم معكم لبريد بسقلية او لطرز دويدات وكيما قلت لكم بالنسبة للطريقة ديال الخدمة ديال العقدة الفرنسية بتقنيات الخطفة فغنخليوها ان شاء الله الفيديو الجاي نخدموها هي والتنبات باش هكو نشوفوا الشكل النهائي للموديل كامل او للقفطان ديالنا كامل كنتم نريكم فرجة ممتعة خليكم معي للاخر لما كنتمنا الاقلية الفرنسية غادي ندوز ونشارك معكم البريد او لطرز دويدات كندخلو الابرة ديالنا في التوب كنخلي واحد المسافة صغيرة نعود ندخل الابرة ديالي ونرجعها في نفس الماكن لكن ما كنسحبهاش من التوب يعني كنخليها تابتة كندير لويات ديال الخيط على الابرة هنا ممكن انكم تستعملوا الحساب يعني تحسبوش حال من لويات قريبا انا هنا درت عشرة ديال اللويات كي يبقى على حسب المسافة اللي غا تخدمو فيها اذا كنبقى شد الخيط بيد دي وكنسحب باش هكا كنخلي داك الشكل ديال اللي بريد يجي باين فيه اللويات ما يكونش عندي غير بحال لخيط غليد فقط لا كخاص اللي بريد ديالنا او للدويدات يكون باين هديك اللويات ديال الخيط فيهم اذا لاحظوا معي غا نعودها معاكم كندخل الابرة في التوب نخلي مسافة ونعود نرجع الابرة في نفس المكان بلا ما نسحب العبرة نهائيا كندير اللويات ديالي ممكن انكم تحسبو كي ما قلت لكم وكل ما كانت المسافة كبيرة كل ما كان عدد اللويات اكبر كان بقى شدة هدوك اللويات كان هبطهم غير بشوية كنسحب الخيط وكنزير اذا بهد الطريق كما قلت لكم اهم حاجة في البريد او لطرز الدويدات هو انا نحصله على اللويات ديالنا يكونوا بيني ماشي غير خيط غليد فقط اذا نغنكمل معاكم كان ولي نرجع الابرة في نفس المكان اللي نرجع منه الخيط اللوي الخيط ديالي الابرة واحد جوج دلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية سود عشرة اذا بهد الطريقة وكنسحب حاجة اللي بغيت نشير لها اخوات بالنسبة اه اللي بناعت اللي الله بدوك يتعلموك يسولوني واش ضروري المبرأ بنخدموها بالفيزلين او شنو هو الفيزلين الفيزلين هو هادك توب اللي كنديروه في الظهر ديال القومش اللي بغينا نخدمو باش كي يمنع توب ديالنا ما يبقاش يتيره او لا يتجبد الفوال كنديروه من فوق توب اللي بغينا نخدمو هو واحد النوع ديال توب اللي شفاف كان نرشمو عليها الرشمة ديالنا وكان خدمو عليه من بعد ما كان سريو الخدمة كان بدهو نسحبوه خيط بخيط انا صراحة ولا كنتوا تبعتوا القناة يعني من البداية ربما ما عمرني خدمت معكم بالفيزلين الفيزلين او لالفوال يعني دائما كنفضل ان نخدم على توب مباشر انا غنكمل بنفس الطريقة حتى نكمل الخدمات ديال اللي بريد او لدويدات على العريش من بعد ان شاء الله غدي نتلقى بكم في الفيديو الجاي باش نشوفوا الطريقة ديال الخدمة ديال العقدة الفرنسية بتقنية الخطفة وكذلك التنبس وفي الاخير غنشارك معكم الشكل النهائي لموديل كامل هكا غدي نكونوا تقريبا نوصلنا نهاية الفيديو كم غنقول لكم شكرا لكم على المتابعة شكرا للدعم متجه شكرا للتعليقاتكم والرائعة والمشجعة اللي كان قرها وانا جد سائدة الى الملتقى ان شاء الله مع تتمة الفيديو دمتم في امان الله والسلام عليكم